موسيقى السلام عليكم كيف انتو ملابس عليكم توحشكم كنا اعتادر علي الغياب انتو ما سمعتوا الصوت يراني مروحة وليداتي كذلك موم اليوم باش ما نغبرش عليكم قلت انشارك لبناز شنو غادي نعمل بي في الضبط موم اليوم نعمل واحد الحريشة كتجي غزالة يعني انتكو المقادر ديالة كتجي مضبوطة وكتجي سهلة يعني واخو عمرك تكوني عدلتي الحرشة في حياتك غادي تنجح معك وكتجي لديدة كتجي في حل كيكة كتجي كتتحمق موم اليوم سوف ندوزوا مع بعض قد نوريكم المقادر وطريقة للتحضير تبعوا معي تلخر شكرا على اللايكات ديالكم على تعليقاتكم رائعة وعلى الدعم ديالكم شكرا لكم بزيب ممكن ناخدو الكاس اللي عبرنا به اسميدة اسميدة متوسطة اسميدة اسميدة متوسطة نستعمل هذا المتوسطة لانني كنعمل فيها مكونات اخرى وكتشرب لي وكتنفخوا كتجي غزالة نستعمل هنا تقريبا 1-4 ملعقات ديال الزيت اللي كنا ناكله بطعام كنا ناكله بمسكتو ولا نصف كاس ديال شاي من الزيت هنا غادي احتن بس بسوها مزيان وندخلو في ذيك الزيت مزيان من بعد ان ناخدو واحد ملعقة ديال الزبدة كيف ما شفتو معي تكون بحرارة المطبخ باش هكو دا كد تنسى جبلينا ضغية من بعد كنضيفو السكرا البنتي يعني السكرا على حسب الضوقة انا عملت واحد جد ملعقات ديال الطعام ديال السكر وعملت واحد البيضة كاملة بالصفر بالبيض دياله ورويز دياله وهنا غادي نضيف نفس الكاس اللي عبرنا به سميدة هو اللي عن عبرو به الحاليب الحاليب يكون على درجة حرارة المطبخ ماشي دافي ماشي عادي نضيفو الكاس اللول ونخلطوها كدا اما بيدنا او لا بالطراب هذا اليداوي ومن بعد الكاس الثاني ديال الحليب كنضورو غير شوية كنضيفو لو الزه هذي ديال 7 جرام اولا ملعقة تكون ملعقة شايد عبرنا حتيانات قال لكم السلام بناس كالناس مسكرا مريض ونخلطوها كما شفتو معايا باليد اولا بهذا الطراب اليداوي ومن بعد كيفما شفتو عايا كتكون جارية لبناتك على هات الشكل هذا مكن خلي ولا تختامر لوالو شنطن كان طيبوها بكتترب لنا ذيك السوائل ضغية ضغية بموما البنات كنعملوا ميقلات بحالها وكنعملوا فيها شوية الزيت وندهنوا على الجوانب كاملة وناخذوا ذيك الحريشة نعودوا نعملوها فوق هذا الزيت بشوفوا شوفوا شوفوا غالطة عملتوا لكن كيفما تعرفوني كنشارك معاكم اي حاجة بطبيعتها هنايا خليت هذا الغالطة مبغيت نقصو شفتوني انا خويتها ذيك الساعة وفي الاخر ذاك الحليب تخوها ما يخصنا قبل وعاد عاودت ادهنت المقلة وعملت هادي خصنا نحركوها قبل ما نخويوها يعني وخا ذيك الساعة ذيك الساعة ممكن خليوها تختامر لوالو باش ما يوقع عليكم شا ذاك المشكلة انا خليتو باش ما توقعوش فيه فهمتوني انا غير نسي الضغية ضغية وقلبتها مهم النار اللي بنات تكون متوسطة ونوضعوها ونغطيوها نخليوها على النار متوسطة كيف ما شفتو معايا تبقى كالطيب بالمهلتك نشوف ديك الدقيق الفوقاني يعني بدهها كده كيرجعين ممكن يبقى لساقلينا في الصبيعات دينا فهذا الشكل هذا سافيوك نقلبوها انا رزيتها شوية في الطيب جات محمرة شوية زيد القياس وكنتو مغير شوية شوية عرما تبقى لساقليكم في السبعين سافيو قلبوها ممكن جيبوه شيئا بحلاق وده شيئ طبصي ليكون واسع وكنتو قلبوها شو عندك اماما واللي المسكن في السخانة سافيو عن قلبوها البنات كيف ما شفتوه كيف ما شفتوه كالرجو على نار متوسطة وعملتو حلق كويس داتي كيف ما شفتو معايا رافقتها بالزبدات الشوكولات البنداكاس ديكفلاء في الجبن للي بغاية يدهنوها ولي داتي كيع تعجبو ميدا حافية ولي كيعجبو ميدا حافية المهمة البنات كيف ما شفتو معايا ركا تجي كاتحمق جربوها وردو علي سكرينو لي السكرينات ديال ميلت جربوها وصفتوها لي في الانستغرام وانزل على ستوريات ديالي ولا في الفيديوات هنا في اخر فيديو في الفيديو المقبل عفوا مهمة البنات هنا من بعد ما افترنا جيت قررت ان انا نقرب ونشقل بهذا الصالة هذي بغيت نوسعها شوية بغيت نوسعها شوية شو انتم ما كتعرفو رمضان قرب بغيت نوسعها شوية في البنات انا فيه واحد القاعدة لانت مروحة مكان بغيش ان ان أسل رواحي اذا كان فيه زكام اللي هو دعر بني البرد لم كان بغيش ان ان أسلي كان بغي نوسع نعم وماما بحي شيطين ده هو ناس بسيكين شحال عرفتنا شاية ما عندوش وخة ولي ديم الصملي بغيت اتاكل انا عنه هذا بنا نعمل لك الماكل مهمة البنات كيف ما شفتو معايا ركا تجينا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حتى تم إمدت نعمد و هذا سبب كدر الديكور لا أردت للدر و لا أردت للتخل سترحت لكم في فيديوهات مقبلي لقد أخذتها و كنت أمسكتها كنت أخذتها و لقد أخذتها و الحمد لله بجتب الى لكم كل ذلك لقد أشكرتكم كيف كانت و شكرا على رجعه و الى من بعد و سنقلب الفوطو اعطوني رأيكم وشكل هذا اللي عملتم مزيان ولا الشكل اللي كان قبل احسن كيبنيو في احد الفيلا تحدانة هنا ايا كانوا هدومو كيبنيو معرفتو يا البنت الغفرة تقريبا يوميا كتدخول كنفتحو الشراء جمعي بعض الاوقات ضغية 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 كتدخول مو ما البنت وليلة وحشتكم طلت عليكم بعد الفيديو هذا القصور باش ما نطولش عليكم الغيبة الصراحة كنت بايت نبدل لك ديالي ونقطع الشعور ديالي ودي كيف ما وعدتكم في الفيديو اللي قبل وكانتوا ما كتشوفوا الصوت ديالي كيفاش عامل اه جلنا تحت ايا مسكين مريضة عمرانتا ومسكين مريض مشكيت عليكم اه المهم مرا كتجي الساعة ملي كتجي كتجي معنا ما نعملو هنا يد السادة الشرج المادة كان مسحه مزيان اه ولكن عرفتو كنت غنضربة بواحد طيحة رحنا ثلاثة يا طاج يعني في الطاج الثالث عرفتو وكان مسح وبالي واحد العنكبوت على برا يعني على برا ملصق وكان شوف تمكا نقوله شنو هادش يا دي يعني كان مسحا دائما كان مسح بحلا كده ولكن اليوم عرفتو عرفتو هنا يا راسافي عرفتو حسيت راسي غادي نزلق الرجلي اتعلعت لي من الارض واخا هيداك شوفوا انتم مرا ما عرفتو كان بابا دائما كان صغيرا كيبقى عندي المشكلة ديال الشراج ممكن صغيرة كان بقى نمسح ويبقي غووت معي كي يجيك لقاني مشعلق في الشراج من الصغور ديالي عرفتو من كانت عند حماتي ساكنة معها كتبقى تقول يا بنتي مالكموز وزاتها تمشي للدار ديالك وارما تحكي عرفتو مكان غلش وفيها تصنع صبح اللو خنكو المريضة خاصتني د عرفتو رجمع وركاين وغبابر وذلك شي رحت مرتب الغدة وهدتني اللي مرادين من الغدة يعرفو اللي مرادين من الغدة الدراقية ومعرفتي راسطة انا جبتو الراسي عادتو واحد شوية ما را منعوت شليكم راسري تيانا مبارين بعض الشوال الملحان هو نحن هاده هي نعم هاده سيكون هذا الغريب والissance سوف أعطيها السلمونج سوف أعطيها تجاه هذا و سوف أعطيها هنا فهمتوني يلا دعكم معي هذا المرحلة مرحلة الصعبة جر الأطقال هذا ليس جر الأطقال يا إلهي أعطي ما ستقيني صعبة و أنا أعطي تخلصوا أعطي ما يكفي أعطي ما هو الضغط سوف أستخدم أعطي ما هو الضغط أعطي ما ذلك حمد بإمكانك رأسي ولم يقوم اعطي المصاب، كيف موضوع جديد؟ درش بدأت ذلك؟ كيف أعطي التخمل؟ كيف حالي على الدرش؟ بخاء المصابر سألت لكم وقد قلت بك ان أصعرنا سلسل الظهر بعد المرات يعني لا يستطيع المسكين يعني لا يستطيع المسكين ولكن بعد المرات الحمد لله هذا هو الفضل ورس المال لا يحفظ رجل في كرسي متحرك لا يمكن لا يمكن لدينا فضل لدينا فضل لدينا فضل لدينا فضل أما ذو العبادين الصغارين يقولون لدينا فضل تخشون لكم ذلك تحت الفضل ونقرأ تعليقات لدينا فضل لدينا فضل لا يعرفين لكن أعرفين ماذا نصيب لي كنت صوت كيين لم أكن من كاميرا هذا الكاميرا هذا التليفون أنا كنت أظر ودعا بركبت الصوت من اللقيت الصوت لا يوجد شيء قلت لكم هيدا 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 سوف نسيبهم الوليدات ونرى لدينا فضل لدينا فضل ويجمع لهم الخملة عرفتوها أنا رائع لدينا لسق يقول لي ما منعونك هو ستيتو مسكين ويشوفني هيدا كنت تعذب لك كنت ستيتو لم يكن ستيتو ستكبروا أتكبروا لدينات أنا تتكبروا وأوالي لدينا كنت أغلق لدينا لدينا نحن جاي بلاي هيا ستيتو عمران عجبك هذا الدكور الذي عملت هذا؟ هنا فرحان عمران فرحان و جنة الأول فرحة وهذا لماذا يلعبون هنا عندهم مكان أمم قال لي أجيب هذا هنا لماذا لم أجبته هكذا هكذا هنا وكيف جاءتكم البنات نجيبها هنا ونخليها تماما أمم السيمو والبنات اللي قال لي نجيبها هنا لم أعجبوش الدكور تماما قولوا لبنات كيف جاءتكم انتم مدى بحثت بأنها دارت لي وحد المساحة زادت مساحة في اللعب المهي المتلفات للمهي صغيرتين هنا ونكون قاسين تماما ما يقلون إلى الأغلبية للمتلفات الأغلبية كل شخص يتفرجه في المهات وهذا الأغلبية الهاتف في المهات صعفي لم أرى مهات بحيحة قامت بحيحة إرمي الطريق هنا وحيحة جميع الحيوط بقيته كان مغطى للذى لا أرى رأيتك ما قمت بقية هنا لا أقوم بقية ما تكون لديك لديك؟ أقوم بقية ما تكون لديك لديك لديك؟ أقوم بقية أنا أقوم بقية عمران لا يكون عادة أقوم بقية هذا يجب كيف تكون دائما هيا لدينا البلد كما ترى معي و هذا فقط ساعة لليس و نقول لك كله و يأخذ لليس لليس و هذا ممتنى و أقوم بقية و أقوم بقية و أقوم بقية و هذا ممتنى في أحد الأقلس و سأخذ لليس لديك و أنتم معي و أتحمقها سأشاركها معكم اليوم و أما الغداء سأغذينا بقية و أصابها و سأخذها و سأخذكم معنا مرحبا 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 هذا هو طريقة لدينا البلد و مرحبا و أطوة الزبدة و ملحة و ملحة و ملحة و مرحبا و ملحة وستعليفها في الورق الزودة وبعد عملته على البابي ألمون وهو هذا اللوبيا خضرة خذتهم في الفران على درجة حرارة 180 درجة تبقى صفيتة قلبية تقريبا خليتوا واحد ساعة ساعة وطابع عرفتوا جلديد كيش هاي رافقتوا مع زعلو كنتم موجدهديجا سوف يعني كتجي أكل سهلة مهلة وصحية وزبنو الديدة كيش هاتكم البناء تجربوها غادي تحمقوا عليها هذه الطريقة تلفوا أي خضرة بغيته واللحم تلفوا في ورقة الزودة مع شوية الملح ومن الموجودة أضفت على شوية الكيمون صافي جلديد كنتم ترون فوار طالع منه يتقدم سخون زعلو كان عندي ضيجة واجد من اللي كان وجوده على بكريد أغلبية كان مقارن رافقوا هكذا مع الماكلة موما لبناثة العشيوة دينا البارح أتمنى تزاربواتنا الإعجاب ديلكم لا تساونيش من لايكاس ديلكم كنموت وكنحمق عليكم كتمنى دائما تكونوا بيخروا على خير نشطانين فرحانين مضخمين ودائما زازلوز وسانك سانك يالا حبيب ديالي خليتلكم الراحة توحشكم بزاف مبغيت نغبر عليكم بزاف كيفما كتشوفوا راني مريضة شوية ولداتي حتى هما ولكن مهم طليت عليكم بهذا الفيديو هذا الخفيف والقصير وخليتلكم الراحة ربنات هذه الأكلة كيحمقوا عليها الوليدات كتجي خفيفة وكتجي سهلة كده الشيوة كتجي كتحمق يالا الحبيب ديالي خليتلكم الراحة وإلى الفيديو المقبل بإذن الله شكرا لتعليقات ديالكم على اللايكات ديالكم ما تسوش خليوا لي رأيكم في الصالة وش خليت مصالة مونجي ومحاليكم إلى الملتاق كتن! 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 كتن!